المشاكل الموجودة الآن عندنا في المنطقة هنا طبعاً هو منطقة منطقة رعبية وأصحاب زراعة الحقيقة بي يتكون الجلسة رئيس المحكمة والنائب واثنين أعضاء المحاكم دائماً عندنا هنا في المنطقة لحل مشاكل أهلة بالصلحة لعرفة الأهلي فنحن دائماً في المحكمة الأهلية نحاول مع أهلنا دائماً نحاول نشوف الناس جوديات يقوموا بحل المشاكل وعشان الناس يكون في صفاء زي ما يقولوا القانون برضي طرف واحد لكن الصلح هو سيدة الأحكام والحقيقة لما تم تعيين النازل برضاء أهلهم رضاء كامل يعني كل الثلاثة داريات العمدة عبدالباقي محمد السقدي والعمدة الحاج محمد نور والعمدة كامال برهوم كل واحد منهم عنده ما أقلنا عن كم وثلاثين شيخ الحقيقة جاءوا الطالب هنا وقالوا يا أخواننا نحن عاوزين أنكم أنتم تكونوا كناس يعني ترأسوا لنا هذه المحاكم وتحلل لنا مشاكل أهلنا وحلول البتعمل بها دا نحن نكون رضيانين بها إذا كانت القضايا موجودة بالشرطة كثيرة بتعقد على فترتين فترة الاثنين وفترة الخميس وأكثر القضايا بتعتنا يوم الاثنين اللي هي بتجينا في المحكمة وشوف القضايا بتتعرض لسيد الرئيس المحكمة وهناك عضاء من الداول يعني منشوف حيثيات القضية هي الإنسان المتهم ده بيتحكم بشنوء من الداول عليه بعد ذلك من نعرضه ونكتب حيثيات القضية وسيد الرئيس المحكمة وبيقرح حيثيات القضية القضايا دي كلها من جمعة ونهاية الشهر قبل يوم 27 نحن بنعمل إحصائية للقضايا اللي اشتغلناها الغرامات إذا كان أو قضية فيها تنازل مثلا الناس أطرادوا بر تنازلوا دي لن نحصيهم كلهم بيجيك مثلا القضايا المقدمة خلال الشهر كذا مثلا القضايا المحكومة كذا القضايا اللي فيها تنازل كذا بتحصر هذه القضايا كلها وبمبالغة بمبالغة في شكل إحصائية شهرية بعد ذلك بنشيل هذه الإحصائية بنوديها المحكمة العامة أمروابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر